اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وبالمناسبة هو يعني أعتقد أنه هو المدرب المناسب في هذا التوقيت وخصوصا أنه عنده خبرات أفريقية كبيرة جدا وعنده إنجازات كتير جدا هنا في القرى الأفريقية وده أهم شيء وده يعني شيء مهم جدا علشان يختصر وقت كبير جدا يعني لو جبنا مثلا مدرب عالمي عنده اسم كبير أوروبي مثلا وما كانش متوجد في القرى الأفريقية خالص ولا حتى في الدور المصري هيأخذ وقت عشان يعرف أجواء اللعبين أجواء الدور المصري أجواء البطولات الأفريقية وإحنا عارفين البطولات الأفريقية دائما بيبقى فيها معوقات كبيرة جدا 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 فبالتالي الميزة الكبيرة جدا عند باتريس كارتيرون المدير الفني الفرنسي أنه هو ملم بكل هذه الأمور وده حيساعد بشكل كبير جدا خلال تواجده مع النادي الأهلي وبشكل عام في حالة من التفاقل الكبير جدا عند جمهور النادي الأهلي بهذا المدرب وخصوصا أنه هو رجل كمان صغير في السن يعني تقريبا عنده 47 أو 48 سنة فبالتالي ده شيء مهم ومميز عشان يكون قريب من اللعبين بشكل كبير جدا الرجل ده قاد فريق مازينبي لإنجاز كبير جدا في 2015 في 2013 عفوا وقدر أن هو يفوز معهم بطولة الأمم لا عفوا وقدر أن هو يفوز معهم بطولة دوري أبطال أفريقيا وكأس السوبر الأفريقي وده أكيد كان إنجاز مميز جدا وزي ما احنا شايفين في اللقطات أكيد باتريس كارتيرون مدرب كويس جدا وده جماهير مازينبي الكونغولي طبعا بتحتفل به في الملعب بعد ما فاز مع فريق مازينبي الكونغولي واحد الفرق الكبيرة جدا في القرى الأفريقية بطولة أفريقيا وقدر أنه يؤدي معهم مواسم أكثر من رائعة أيضا فاز بالصبع الأفريقي مع فريق مازينبي وتأهل معهم لبطولة كأس العالم للأندية فبالتالي راجل ملم بالأمور وبالمعوقات الكبيرة المتواجدة في القرى الأفريقي أيضا كان متواجد مع فريق ودي دجلة بالتحديد في موسم 2015 في الدوري المصري الراجل قدر أنه يحقق نتائج جيدة جدا تقريبا لها بحوالي 30 أو 31 مباراة فاز في 2015 اتعادل في 7 وخسر في باقي المباريات فبالتالي الراجل نتائجه جيدة جدا أيضا أنه يدر أنه يفوز على الأهلي في هذا الموسم ويدر أن يفوز على الزمالك وعلى الإسماعيلي كمان فراجل أكيد عنده طموحات كبيرة جدا وده اللي بيسعى من خلاله مجلس إدارة النادي الأهلي ولجنة الكرة بالتحديد وده الدافع اللي خلاهم يختاروا باتريس كارتيرون المدير الفاني الفرنسي الجديد أيضا كان لي إنجاز مع المنتخبات وبتحديد منتخب مالي وقدر أنه يوصل معهم للنصف نهائي طولة الأمم الأفريقية سابقا ووصل معهم لرانكينج مهم جدا على مستوى العلم في أحدى الأشهر وهو تقريبا منتخب مالي احتل المركز رقم 21 في طبعا تصنيف أهل العالمي فبالتالي الراجل عنده إنجازات كبيرة جدا ومهمة جدا مع المنتخبات والأندية الأفريقية وده اللي محتاجه النادي الأهلي النادي الأهلي مش محتاج مدرب عالمي باسم كبير جدا ممكن ما يبقاش ملم بالأمور ياخد وقت عشان يتأقلم وإحنا شفنا تجارب قبل كده كتير جدا ويمكن أبرزها مارتين يول المدير الفاني الهولندي أهو حقق بطولة الدوري مع النادي الأهلي لكن كانت الأمور صعبة شوية بالنسبة له هنا في مصر ما قدرش أنه يتأقلم بشكل كبير جدا ما حققش إنجازات يعني ما سابش بصمة من الآخر مع النادي الأهلي البصمة المطلوبة الدوري على طول النادي الأهلي ما شاء الله بيحققه فبالتالي مش إنجاز كبير أنه حقق بطولة الدوري مع النادي الأهلي فكان الأهم أن النادي الأهل يجيب مدير فني يقدر أنه يتأقل مع النادي الأهل ومع الأمور في أفريقيا وفي الدور المصري ويقدر أنه ان شاء الله يساهم معهم في مختلف البطولات وده المنتظرين وبشكل كبير جدا من ترتلونها مدير الفني الفرينسي وده الذي يأمل من خلاله جمهور نادي الأهل وفي حالة منتفاقل كبيرة جدا عن جمهور نادي الأهل بهذا المدر فأكيد نتمنى له كل التوفيق خلال الفترة الجاية بالمناسبة الرجل يمكن طلب أنه هو اللي يحدد قائمة الفريق للمسلم الجديد القائمة الأفريقية كمان بالتحديد وده شيء مميز جدا ده معناه أنه هو ملم ومتابع طبعا لمباريات النادي الأهلي وكمان في ميزة كبيرة جدا عند كارتيرون وهو أنه كان حابب جدا أنه يضرب النادي الأهلي وده كان واضح جدا من خلال تصراحاته أيام المفاوضات السابقة مع بعض المدربين كان رجل مصمم وكان نفسه يجي مرى النادي الأهلي وده اللي احنا محتاجينه وده اللي احنا عايزينه كجمهور النادي الأهلي أن يكون معنا طبعا أو يجلنا مدرب حابب أنه هو يكون متواجد للنادي الأهلي عنده طموح كبير جدا أنه يحقق بطولات وإنجازات كبيرة مع النادي الأهلي وده أمل دايما جمهور الفريق في كل مكان